بعد أسابيع من الوعيد والتهديد بحمل السلاح وإحراق الأخضر واليابس إذا لم تتغير نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من تشرين أول الماضي تراجعت قوى الإطار التنسيقي الذي يضم رافضي نتائج الانتخابات من القوى السياسية والميليشيات عن موقفها داعية مناصرها إلى وقف التظاهر والانسحاب من الشارع تطورات تأتي بعد ساعات فقط من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات ورضها الدعوة القضائية التي تقدم بها الرافضون للنتاج للدفع ببطلان هذه الانتخابات ومن ثم يفسح ذلك المجال أمام عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد خلال الأسبوعين المقبلين ثم انتخاب رئيس له ورئيس الجمهورية وصولا إلى اختيار رئيس جديد للحكومة في عملية تعتمد على المساومات السياسية ولعبة التوازنات بين القوى المختلفة في العملية السياسية في العراق وبحسب وكارة فرانس براس فإن مقتضى الصدر قد يتجه نحو تشكيل تحالف أغلبية داخل البرلمان عبر تحالفات مع أطراف خارج التشكيلات الشيعية مثل رئيس البرلمان المنتهي ولايته محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني ليتمكنوا جميعا من تشكيل كتلة برلمانية أكبر ومن ثم يضمنون القدرة على تشكيل حكومة ائتلافية فيما بينهم غير أن محللين يرون أن قبول رافضين نتائج الانتخابات للنتائج وخضوعهم لتصديق المحكمة الاتحادية على النتائج ربما يرتبط بمسار مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الغربية إذ أن أكثر الرافضين لنتائجهم من القوى والميليشيات الموالية لإيران إذن والانفراجة في مسار المفاوضات في فيينا ربما تقابلها انفراجة في الشأن العراقي الذي تستخدم فيه إيران القوى والميليشيات الموالية لها رأس حربة لتنفيذ مخططاتها والهيمنة من جهة ومن أجل مشاكسة الأمريكيين سعيا للحصول على وضع تفاوضي أفضل في فيينا اشتركوا في القناة